لا يخفى على أحد أن ما قبل الحرب في أوكرانيا ليس كما بعده فما حدث غير كثيرا من استراتيجيات دول وفي سياق توترات جيوسياسية متصاعدة تسارع كل دولة إلى تعزيز قدراتها العسكرية فيما تتزايد التحذيرات من سباق تسلح نووي فما الجديد في هذا الصدد اليوم أعلنت روسيا نشرها صاروخا باليستية جديدا عابرا للقرات في منطقة تقع جنوب غربي موسكو وفق ما نقلت وكالة الأعلام الروسية الصاروخ الذي أطلق عليه اسم يارس والقادر على حمل رؤوس حربية نووية وصفته موسكو بأنه أحد أحدث أسلحتها القادرة على اختراق الدرع الصاروخية التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الجديد بالذكر أن ذلك يأتي بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من معاهدة حضر التجارب النووية سبقها أيضا تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت في وقت سابق هذا العام وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ بلستية حرارية عابرة للقرات ذي رأس قتالية متشاطرة تعمل بالبقد الصلب وهي تعديل محدث لمنظومة توبول أم وهي يارس رس 24 أغلب خصائص تلك المنظومة التقنية لا تزال سرية وتعدل أكثر تطورا بعد صواريخ ستار مات صمم الصاروخ من قبل معهد موسكو لتقنيات الحرارية بقيادة الأكاديمي يوري سولومونوف وتم اختباره للمرة الأولى عام 2007 ودخل الخدمة عام 2009 صاروخ يارس يبلغ مده 12 ألف كيلومتر ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم أما طوله فيبلغ 23 مترا وقطره مترا ويبلغ وزمه عند الإطلاق 46 طن سرعته تصل إلى 14 ماخ وقوته التفجيرية الإجمالية يمكنها أن تعادل مليون طن هذه الصواريخ تسير على هيكل مكون من 16 عجلة ويمكن أن يحمل الصاروخ ستة رؤوس نووية بقوة تراوح بين 150 و500 كيلوطن لها قابلية الاستهداث بشكل مستقل وتمتلك روسيا ما يزيد عن 147 صاروخ من هذا النوع بما فيها 135 منصة متحركة و12 منصة ثابتة أسلحة الردع الاستراتيجية قد تسهم في منع نشوب حرب أو حتى تأخيرها لكن وجودها بشكل أو يشكل خطرا كبيرا على ملايين البشر وهذا الواقع يعيشه العالم اليوم مع انزلاقه شيئا فشيئا باتجاه سباق التسلح من تلك الأسلحة الصاروخ الروسي العابر للقرات يارس الذي نشرته القوات الروسية للمرة الأولى في قاعدة كوزلسكي الصاروخية جنوب غرب العاصمة موسكو أمر يشكل تهديدا قويا لواشنطن لماذا؟ ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا السلاح الذي يشكل العمود الفقري لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية فقد سابق للجيش الروسي خلال مارس الماضي أن أطلق منصات إطلاق صواريخ يارس المتحركة عبر ثلاث مناطق في سيبيريا في إطار تحركات تشمل إخفاء الانتشار الصاروخي عن أجهزة رادار الأجنبية دفعت الحرب في أوكرانيا ودعم كيف بصواريخ بعيدة المدى وبقذائف تحمل رؤوسها اليورانيوم المنظب دفعت موسكو إلى الانسحاب من معاهدة حضر التجارب النووية التي أقرت عام 1996 ما أثار حفيظة الولايات المتحدة وأدى إلى مفاقمة الخلاف مع واشنطن التي تهمت روسيا بتنشيط تجاربها النووية لم تكتفي روسيا بذلك فقد أعلنت قبل أشهر عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في أراضي بيلاروس ردا على تحشيد الغرب قواته عند الحدود الشرقية الأوروبية وهذا ما يفسر أسباب التوتر المتفاقم ما بين الطرفين والذي قد ينسحب إلى البحر الأسود ولسيما بعد تسيير دوريات جوية تحمل صواريخ استراتيجية ردا على حشد الغرب قطعا عسكرية في مياه المتوسط وسط هذه المؤشرات تزداد فرص انزلاق العالم نحو سباق تسلح جديد فرغم نفيها أن يكون لتجربتها علاقة بالأحداث العالمية الراهنة أطلقت الولايات المتحدة صاروخ منتمان ثري العابر للقارات بدون رأسا حربي من قاعدة باندبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا ويعد الصاروخ الوحيد الذي يطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة نناقش هذه الخطوة الروسية في إطار طبعا سباق التسلح كما ذكرنا مع ضيفي من مونتانا عبر سكايب ينضم إلي سيد مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أهلا بك ومن موسكو عبر الأقمر الصناعية سيد قسطنطين سيفكوف الخبير العسكري ورئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية أهلا بكما سيد قسطنطين أبدأ معك ما الهدف من وضع هذا الصاروخ العابر للقارات تحديدا جنوب غرب العاصمة موسكو وكيف نقرأ هذه الخطوة الروسية التي كما ذكرنا قبل قليل هي تأتي بعد خطوتين جدا مهمتين وهما انسحاب روسيا من معاهدة حضر التجارب النووية وقبلها عدم تجديد معاهدة نيو ستارت يجب القول أن روسيا التحدي سبقت أن سحبت الاعتماعات للاتفاقية الشاملة لحضر الاختبارات النووية ولكن روسيا لم تنصحب من هذه الاتفاقية لحد الآن ولا تزل تحترم بشكل أهدي الجانب جميع اللوائح في إطار هذه الاتفاقية وهذه المعاهدة فنحن قد سحبنا الاعتماد بسبب كون الولايات المتحدة لم تعتمد هذه التفاقية لحد هذه اللقظة وكما يتعلق بهذا الخبر حول نشر السواريخ الاستراتيجية فنحن يجب أن نشير لأن هذا السروح قد يتم نشره في السومعة أو بالغوسات ففي منطقة هذه المدينة كان هناك دائما هذه السومعة لعدد من السوريخ العابر للقراطة فهي تتواجد بعيدا عن المضن فهذا السروح الذي سوف يتم نشرها في السومعة كل هذا يجري في إطار إجراء التحديث المجدول للقوات الرادعة النووية الروسية وخاصة من القوات التي تؤمن ما يصم بالضربة الرادية المغتملة سيد مايكل إذن روسيا يعني بعد كل هذه الخطوات واليوم نشر هذا الصاروخ العابر للقراط وموقعه يعني يجب أيضا أن نقف عنده وهو جنوب غرب العاصمة موسكو تقول أنه الهدف هو الردع كيف تقرأ الولايات المتحدة هذه الخطوات؟ هل تقرأها في إطار الردع؟ يسعدني أن أكون معكم على الضيف الكريم والمشاهدين الكرام أعتقد أنكم كما ذكرتم هي صواريخ عابرة للقراط وبالتالي موقعها إذن قد يكون هناك نقل هذه الصواريخ لإبرازها ولكي تتجلى قوة الردع ولكن موقعها ليس مهمة حقيقة بخلاف ذلك الولايات المتحدة تعلن عن امتلاكها لأربعمائة تصاروخ عابر للقراط موزعة بين القواعد في مونتانا ويوميغ ونورث داكوتا وهذه إحدى الركائز لقدراتنا نووية وكما ذكر الضيف بالنسبة لروسيا نحن أيضا لدينا قاذفات استراتيجية وغوازات نووية قادرة على إطلاق هذه الصواريخ وهذه هي الركائز الأساسية لستراتيجياتنا والولايات المتحدة وروسيا تقومان أو تلعبان هذه اللعبات النووية منذ عقودنا حتى تحت الاتحاد السوفيتي والآن الصين تحاول أيضا أن تطور من قدراتها ولكن ليس هناك دولة مهتمة بأن يكون هناك حرب نووية لأن هذا سوف يهدم الدول المعنية وسوف يهدم العالم برماته أيضا والبيئة وسوف يؤثر على كل الدول من دون استثناء وبالتالي يجب أن نوفر جهدا لكي نتفاد أي نوع من التصادم يؤدي إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة سيد قسنتين إذا كانت هذه الخطوة في إطار الردع كما ذكرت لي قبل قليل ماذا تتوقع أن موسكو أن يكون انعكاسها في حربها في أوكرانيا هل تقوم بهذه الخطوات من أجل منع الدول الغربية من تزويد مثلا كيف بأسلحة بعيدة المدى أو الأسلحة كما وصفتها روسيا قبل أيام أسلحة محضورة أم الأسلحة التي تعتبرها موسكو تتعدى الخطوط الحمر التي وضعتها لهذه الحرب منذ بدايتها بتبيعة الحال أنا أتفق على هذه النقطة وبالرغم من انتهاء الحرب الباردة فالآن نحن نرى ظهور الملامح للحرب الساخنة ولكن الهاجينة التي لديها كل المميزات بإمكانية أن تصبح حربا نوويا مباشرا فإن الرادع في مثل هذه الظروف إجراءات الرادع ونحن يجب أن نستخدم هذا المصطلح وخاصة إزاء الخصم الأمريكي والحلولة دون وقوع هذا السراع عن طريق التحديث للقوات النووية الروسية فأظن أن ذلك أكثر الطرق فعالية للحلولة دون تصادم نوويا بين الدولتين فأنا أريد أن أذكركم بأن الدول التي لم تكن تتوفر لديها أي أسلحة نووية سابقا أصبحت تحايا العدوان الأمريكي ونتحدث عن كل من ليبيا وافغانستان والعراق وافغانستان وهذه القائمة بتبيعة الحال تطول كما ترون فيما يتعلق بمسألة أخرى وهي تتعلق بتطوير القوات النووية الروسية فنحن يجب أن لا ننص أن الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاقية الدفاع الساروخ السابق وكانت تطور أنظمة الصواريخ المضادة للجاو فهذا يعني أنه لعدم تغيير نظام التكافو فيما يتعلق بالقوات النووية بين الدولتين موسكو يجب أن تحدث القدرات النووية عن طريقة تطوير النظم التي قادرة على التجاوز ليس فقط ما يتوفر لدى أمريكا من النظم الساروخية الدفاعية ولكن النظم المحدثة احتمالا فلذلك نحن نرى هذه الإجراءات الرمية إلى تحديث القوات الاستراتيجية والترسنات بوغة الحفاظ على التكافو مع الدولة الأمريكية سيد مايكل كما ذكرت قبل قليل استبعدت أن تكون نتيجة كل هذا حرب نووية لكن بلا شك ما يحصل اليوم هو في إطار سباق تسلح هل توافق أننا في سباق تسلح يذكرنا بحقبة زمنية سابقة وإياها حقبة الحرب الباردة هل نحن أمام حرب باردة جديدة وبالتالي ماذا نتوقع أن تكون نتيجة كل ما يحصل سيما مع عدم وجود اتفاقيات فيها كل الأطراف التي لديها نووية اليوم البعض انسحب والبعض لم يشارك والبعض علق عضويته إذن نحن أمام نوع من الفوضى في هذا الإطار ماذا يمكن أن تكون النتيجة؟ أحد المبادئ في الحرب الباردة كانت خطر التدمير المتبادل مما يؤدي إلى تفادي أي حرب نووية لأنه لا يمكن لأي طرف أن يفوز بهذه الحرب وأعتقد أن في المستقبل كل الدول المعنية وقلق بشأن سباق تسلع كما قلتم هذا لا يقتصر بالضرور على روسيا والولايات المتحدة روسيا تركز على الأسلحة النووية لأن القدرات العسكرية التقليدية تراجعت بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا ولكن أعتقد أن القلق الأكبر لدول هو من الدول الجديدة التي تكتسب القدرات النووية كوريا الشمالية وربما إيران أيضا إذا ما سعد إلى تطوير هذه الأسلحة وهذا سوف يؤدي إلى انتشار هذه الدول لدول حيث الولايات المتحدة ومعظم حلفاؤنا لا نواد أن نرى هذه الدول لا تكتسب الأسلحة النووية أيضا في المناطق المختلفة إذا ما إيران اكتسبت الأسلحة النووية سوف يضغط ذلك على دول الشرق الأوسط للحصول على منسلحة الأسلحة وطبعا سوف يكون هناك سبق على الأسلحة النووية وهذا لا يفيد أحدا لذلك يجب أن ننظر في المكان التي يمكن أن تتطور في هذه الأمور وأن نعمل مع المجتمع الدولي خاصة مع الولايات المتحدة وحلفائها لمنع ذلك سيد قسطنطين كيف تنظر اليوم روسيا إلى بروز قدرات نووية عند دول جديدة كما قال سيد مايكل روسيا اليوم تدعو إلى على متعدد الأقطاب هل أيضا هي متصالحة مع فكرة أن تطور الدول أو أكثر من دولة جديدة تطور ترسانة نووية لأي مدى يعني هي متصالحة مع هذه الفكرة من أن هذه الفكرة أيضا تقلق موسكو أظن أن روسل الاتحادية تدرك جدا أنه في ظروف تعددية الأقطاب في العلاقات الدولية وفي ظروف كون الحضارة الغربية في السنوات الأخيرة لا تزال تتزايد مخاطر التوسع العسكري في شط الأقليم والمناطق هناك عدد من البلدان التي تسعى لتطوير القدرات النووية وأفضل مثال على ذلك ومثال كوريا الشمالية عندما كانت كوريا الشمالية قد حصلت على أسلاح النووية فإن جميع المحاولات لإنشاء المخاطر العسكرية أمام هذه الدولة بشكل المنورات العسكرية الترطبية بالقرب من الشواطئ لهذه الدولة قد انتهت فإن السلام والوئام قد يتم تأمينهما بطريقتين إما أن يجري ذلك عن طريقة تعايش والتفاهم المعتمد على ثيقة المتبادلة بالإضافة إلى الرفض تعديدات باستخدام القوة العسكرية وحتى التقليدية ضد بعضنا بعضنا أو أن يتم الضمان التدمير المتبادل بين جميع الدول الممتالكة لهذه الأسلحة للأسف الشديد جميع المحاولات لبناء العالم والسلام المعتمد على الثقة بين أطراف دولية فإن روسيا كانت تبذل هذه المجهودات خلال التسعينات من القرن الواضي هذه المحاولات تم اعتبارها كعلامة الدعف من قبل موسكو والآن موسكو قد لجأت إلى الطريقة الثانية والبديلة نحن نتحدث عن ضرورة إنشاء العالم الآمن على أساس ضمان التدمير المتبادل بين الجميع وبما في ذلك الوليات المتحدة فإن كون ذلك قد يؤدي إلى نشوب دول أخرى تمتلك أسلحة نووية وترسنات استراتيجية قادرة على إنزال درامات غير مقبولة بنسبة للخصوم فإن ذلك أيضا سوف يساهم في إصال الاستقرار لنظام السلام والأمن في شتى الأقليم بالإضافة إلى انخفاض التوتر العسكري بالعالم فهذا أمر واقع اليوم ويجب أن نعترف بذلك فإن ركيزة هذه السياسات تتمثل في مصاعي الحضارة الغربية بزعامة الوليات المتحدة الأمريكية إلى الحفاظ على الهيمنة العالمية الهيمنة التي تسمونها باحترام أو بنظام المعتمد على القواعد القواعد التي يفردونها بتبيعة الحال نعم شكرا جزيلا لك سيد قسنتين سيفكوف الخبير العسكري ورئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية الشكر موصولي سيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق